موسكو ككورة ثلج تكبر الأزمة الدبلوماسية بين الغرب وروسيا على خلفية اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية أزمة بلغت حدود طرد دبلوماسيين روس من 14 دولة أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة دعماً لبريطانيا في اتهامها لموسكو للوقوف وراء الاغتيال واعتبرت موسكو قرار الدول الغربية طرد دبلوماسيها كان آخرها في أستراليا قراراً خاطئاً فيما ذكر السفير الروسي في واشنطن أن هذه الحادثة ستدمر ما تبقى من العلاقة الأمريكية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وهما أكبر قوتين نوويتين تتحملان مسؤولية خاصة تجاه السلم والأمن الدوليين والخطوات التي تقوم بها واشنطن اليوم تدمر بها ما تبقى من العلاقات الأمريكية الروسية رئيسة الوزراء البريطانية لزماية رحبت بالإجراءات التي اتخذتها الدول المساندة لموقف لندن في أزمتها مع موسكو بعثة بإشارة قوية للكريملين بأنه لا يمكن استخفاف بالقانون الدولي هذا الأمر جزء من السلوك العدائي الروسي يمثل مرحلة جديدة وخطيرة من النشاط العدائي لروسيا ضد أوروبا والقيم والمصالح المشتركة لذلك أدعو إلى إيجاد أفضل طريقة نواجه بها التحدي الروسي موسكو تأهدت بالرد بالمثل على إجراءات بريطانيا وحلفائها لكن من وجهة نظر المحللين فإن الحرب الباردة لم تنتهي في نزاع بين الطرفين موسيقى